ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة ونقشناهم المقاول الداتي وبرنامج صاحب الجلالة ونقشنا المشاهدة ونعرف على حقيقة ولكن أسبب مؤطري استفدوا بيزاف وقدوا أحد الفكرة التي أخصوهم منحقهم بشي عرفوها ومشي يستفدوا منها ونشكر من هذا المنبر لكم جميع الحضور وكنتمنى لقاءات تواصل وتكون من هذا القدام كثير من هكذا وكنتمنى من الحرفيين يكون واحد تلاحم بناتهم وخصوصاً من الحريفين الكبار والمبتدئين والمتوسطين يكون ديما واحد الاتحاد بناتهم مصطفى الفقير كاتب غرفة صناعة التقليدية بأقادير نشكر جميلة الرحمنة على اللقاء للصناعة التقليديين في الحقيقة هذا اللقاء كان لقاءاً تواصل بامتياز استمعنا فيه المشاكل والقضايا التي يعاني منها الصانع التقليدي هنا في القليعة وكان هذا اللقاء يعني متمر استمعنا فيه المجموعة دي الإشكالات وكذلك طرحنا نقشنا كذلك القطاع دي الصناعة التقليدية ككل مشاكل اللي كيعاني منه والوضعية دياله والآفق دياله وكان هذا اللقاء يعني متمر من جميع الجوانب الحمد لله كين تجاوب مع الصناعة التقليديين كين إرادة حقيقية للتغيير كين يعني العزيمة وهذا الشي كل شي يعني كيجعل كيجعل المسؤولية على المسؤولين يعني مسؤولية كبيرة للمساهمة برفع المستوى للصناعة التقليديين في هذا القطاع هذا وكنشكر الجمعية على هذا المبادرة هذه كنشكر كذلك الصناعة التقليديين على التواصل ديالهم وعلى الصراحة ديالهم الحمد لله يعني هذا اللقاء غدي يكون بادرة لقاءة أخرى اللي غدي تجي في لقاءة كوينية ولقاءة تواصلية اللي إن شاء الله غدي يستفد منها الصناعة التقليدي في القطاع بسم الله الرحمن الرحيم كان نشكر رئيس الجمعية ديال الحرفيين الجمعية الرحمة اللي استطع أنه يجمعنا في هذا اللقاء المبارك اللي ممكن أن الناس اللي جاوتهم وكان شكرهم مرة تكلموا على الواقع اللي كيعيشوا الحيرة في والصانع التقليدي في جماعة العين اللقلعة وكان شكره رئيس الجماعة اللي وفر لنا الظروف اللي احنا فيها هنا وكان شكر كل السلطة المحلية اللي ممكن أنها توقف على الصانع التقليدي وأنها تمدل يد العون باش يكون تواع في المستوى المطلوب واللي ممكن أن يأخذ الحقوق دياله في تغطية السلطة المحلية وكان شكرا وشكرا محمد بليريد رئيس مصلحات رئيس مصلحات ميال اقتصادية في الغرفة ديال الصناعة التقليدية قدير اليوم فد اللقاء لانطمات الجمعية ديال جمعيات الرحمة للنجارين في القلعة جينا أعطرنا على واحد أعطرنا على نوضعية العامة وكان الكيك ديال الصناعة التقليدي اللي كنتميه لها shrimp هكرنا على مجموعة دياله الاشياء من ضمنها الهيكلان من ضمنه consumers مشاكل delighted يا؟ وعلى مستوى التسويق على مستوى التمويل على مستوى بكوين على مستوى الانتاج إلى ماذا لك و pastands وقدرنا بشكل كبير على التمويل على البرنامج المنتمج الذي يعلنه جلالة المالك ثم القروض التي كانت منحها جمعيات سوس مبادرة بالنسبة للقطاع النجارة اليوم هو وعد القطاع واعد ولكن خاصة يطور كيف سيطور بالهيكلة الناس لا يمكنش مازال يشتغلوا في ما يسمى بالنوع الناس لازم يديروا البطائق المقاويل الداتي او السجيل التجاري باش يستفدوا من يؤديوا الواجبات ويستفدوا من الحقوق كاملة بالنسبة للتمويل كانت بالمؤسسات البانكية اللي من خرطف هذا البرنامج ثم كانت اللي كانت قروض يعني من خفضة بزاف كانت نجوش في المياه على مستوى الحضاري ثم 1.75% على صعيد المجال القراوي وكانت الجمعي هذا السويس مسا إنيسياتيب اللي كانت تعطيق قروض ما فيهمش ما فيهمش الفائدة ثم احنا كغرفة عندها مجموعة عامل براميج سوافت كوين سوافت مويل سوافت سويق كي يدروا المعارض على طول السنة مجموعة من جميع الاقالين كي يدير معارض جاوي ثم الصناع ديالنا كي يتركوا في معارض خارج الجهة يمكن قاع خارج الوطن بالتاليخ صغير الصانع اليوم ما خصوش ما زال يبقى في الورشة دياله باش يجيوا المعلومات اليوم الصانع خاصوه يخرج يقلب على المعلومات ويقلب عليه يشارك في التكوينات يقلب على برامج ديال التمويل ديال التكوين دون قادشين اللي قدرنا عليه بشكل يعني فكرناه بشكل مرتفع في هذا اللقاء شكرا